لَنَا أَمِّنْ وَاعْفُوا عَنَّاكَ بحفل بدأ بتلاوة من الذكر الحكيم أقيم في أربيل العاصمة إقليم كردستان حفل بهيج بمناسبة ولادة الإمام علي عليه السلام وكالعادة كان الرعيان للحفل وزارة أوقاف كردستان والعتبة الحسينية في ظل أجواء تغنت بولادة الإمام الميمونة للسير بنهجه وسيرته العظيمة أنه تواصل منقطع النظير إضافة إلى تقديم كل التسهيلات لإقامة مثل هكذا مناسبات بحمد الله نحن في واحد من أكبر مساجد أربيل نقيم هذه المناسبة في هذا اليوم وهناك أيضا كل إجراءات مهيئة وهناك تواصل عالي المستوى مع الشخصيات لتوفير كل الخدمات لهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم نبارك لكم مولد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في المصادف لأثالث عشر من شهر رجب المبارك ونحن الآن في أرض إقليم كردستان جئنا من كربلاء المقدسة من العتبة الحسينية لغرض إقامة هذه الفعالية وحيث تم التواصل مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم إضافة إلى الجهات الساندة والداعمة تعتبر ولادة الإمام علي عليه السلام واحدة من المعجزات الإلهية فهو الوحيد الذي ولد في بيت الله الحرام وهو رجل الوغى وفارس الإسلام الأول لم يصل في صفاته أحد في صبره وبلاغته وبتقواه وعلمه حضور الاحتفال الذي كان من مختلف القوميات والطوائف أشاد بحسن التنظيم لهذا الحفل البهيج والدروس المستخلصة من سيرة الإمام وحياته هذا الحفل ولادة الإمام علي أعظم الولادة بعد رسول العظيم نعتبر هذا ثاني الولادة بالكون لأن الولادة الإمام علي غيرت الدنيا كلها نشيد بالتنظيم الرائع لهذا الحفل الذي ترعاه أوقاف كردستان والعتبة الحسينية المقدسة ونعتبر الإمام علي إمام الإسلام جميعا ونورا نهتدي به في حياتنا والإسلام يفتخر بهذه الشخصية العظيمة ولد الإمام علي عليه السلام في الثالث عشر من رجب قبل البعثة النبوية بعشر سنين وبعد عام الفيل بثلاثين عاما استشد في الحادي والعشرين من شهر رمضان أربعين للهجرة بمدينة الكوفة ودفن في النجف الأشرف يوسف المندلاوي في زاكروز الفضائية أربيل